السؤال يقول إذن ضربنا علبة إذن قدفنا علبة على سطح مائل إذن الرامب هو سطح مائل والحركة الأولى إذن أنها تسعد إذن تغير إتجاه الحركة إذن تنزل في الفترة الثانية إذن لدينا فترتين في الحركة فترة صعود وفترة نزول والمطلوب بالنسبة لاتجاه قوة الاحتكاك بطبع هنا هناك حركة إذن هنا بالنسبة لنا هي قوة الاحتكاك الحركة FK المطلوب هل هي دائما إلى الأسفل أو إلى الأعلى إلى آخر إذن لتبسيط الرؤية رسمنا إذن الفري بادي دايجرام أثناء الصعود إذن الفترة الأولى إذن ascending phase FK is down حتما إذن الحركة اتجاه السرعة الصعود إذن الجسم تحت أثير ثلاث قوة اللي هي الوزن عمودي إلى الأسفل القوة المعامدة normal force معامدة للسطح المائل وFK بما أن الجسم يصعد قوة الاحتكاك لازم تكون إلى الأسفل إذن في الفترة الأولى لا يجب أن تكون إلى الأسفل وفي الفترة الحركة الثانية descending إذن السرعة إلى الأسفل هنا بالطبع قوة الاحتكاك يجب أن تغير الاتجاه وتكون على هذا الشكل بالطبع في العمليتين الوزن والقوة N ما يتغيروش الاثنين يكونوا بنفس القيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر